حضرتك قلت أنه زراعة القرنية عملية أبداً مشتهلة وبدها شغل كتير قبل العملية وكمان شغل بعد العملية قبل العملية إيش في عندنا إشراءات وقائية لازم نعملها للمريض اللي راح يتمزر على القرنية لأله إحنا حقيقةً قبل العملية ما في شيء إلا إذا كان بيستخدم عدسات صلبة نعم بنفضل إنه يقف عن استخدام عدسات صلبة ولكن مع وجود العلاج الحديث وهو زراعة الحلقات اللي هي بديل عن زراعة القرنية اللي هو اللي عايزين نضطر إلى إليه شو الطريقة الحديث في علاج القرنية المخروطية بدل من زراعة القرنية في حد ذاتها نعم هون قللنا من نسبة زراعة القرنية في الأردن ما يقارب 30 إلى 40 بالمية يعني قبل ثلاث سنوات كانت لدينا نسبة زراعة القرنية عالة جداً نعم قلت الآن مش بسبب التوعية هي أكثر إنه إحنا بدينا أول دولة نعمل فيها زراعة الحلقات نعم في الشرق الأوسط إيش يعني دكتور زراعة الحلقات نعم نعم إحنا ذكرنا في البداية إنه القرنية المخروطية هي فيها نوع من الانبعاج بالقرنية هرمية نعم ففي نفس القرنية في سماكة القرنية منحط حلقات هلالية تعمل شد أطراف القرنية أوكي عشان الوسط الهرمي ينزل فبالتالي بدل العدسة الصلبة اللي أنا ذكرتها تضغط عليها نعم نحطينا في داخل القرنية بالجوانب ستريتشينج شد جانبي الهرمي بينزل بحسن النظر هل العملية صعبة دكتور بتكون؟ العملية أسهل بكثير من زراعة القرنية نعم تأخذها تقريباً تخدير موضعي وعشر دقائق وتاني يوم حياته الطبيعية وبقدر يعني تاني يوم بشوف طبيعي جداً ما في غراز ما في شي مجرد عدسة لاسقة نعم لينة بيكون مستخدمها يومين ثلاثة وتاني يوم بقدر يمارس حياته الطبيعية وبشوف كل شي طبيعي تناسبية كل شي طبيعي هذا شي نسبي نعم على حسب وضع القرنية بالضبط بس هدفها الأساسي توقيف التراجع إنقاذ القرنية إنه ما توصل لزراعة القرنية نعم وفي الحالات المبكرة ممكن إنه يرجع نظره ستة ع ستة نعم بنسبة لكلفتها مين أعلى الكلفة؟ 50% أقل من الزراعة نعم طب يعني و100% يعني نتيجة أفضل خلينا نقول كنتيجة أفضل لا عفوا اللي قصدت فيه المضاعفات نعم بالنسبة لزراعة القرنية لا تعتبر في مضاعفات لإلا أنه قرنية نفس الشخص قرنية أصلا موجودة بس عم نريحها شوي أسوأ الأحوال نعم افترضنا أنه المريض غير راضي عن النتائج طريقة إزالة الحلقات ترجع قرنيته زي ما كانت قبل العملية ففيش فيها أي مخاطرة أو مغامرة نعم يعني هلأ مشكلة القرنية المخروطية هي مشكلة كبيرة ومشكلة صعبة والإنسان ما رح يكون إنسان عم بيشوف بشكل طبيعي هلأ إيش؟ ليش ممكن الإنسان أصلا يصير عنده قرنية مخروطية؟ زي ما نعمل توعية عن أسباب القرنية المخروطية؟ أولا إحنا بفضل عمليات تصحيح النظر سواء كان بالليزر أو بالليزك نعم وإقبال الناس اللي بيستخدموا النظرات أو العدسات اللاصقة على هذه العمليات بدأنا نكتشف حالات من القرنية المخروطية المبكرة يعني الشخص ما بيعرف إنه عنده قرنية مخروطية نعم جاي ومطمئن وبدأ يعمل فحوصات بس لكونه إحنا بنعمل فحوصات قبل إجراء عملية تصحيح النظر حتى نتأكد من سلامة القرنية عشان نقدر نعمل لعمل تصحيح النظر هي اللي خلتنا نزيد من نسبة أو اكتشافنا المبكرة للقرنية المخروطية طب ليه ليه دكتور ممكن الواحد تصير عنده؟ زي ما حكيت أنا فيه عامل وراثي غير الوراثي في نفسه عامل الحساسية المزمنة وتآكل القرنية نعم في حال ذاتها نعم الجو الطبيعة في حال ذاته يعني هلأ خلينا نعطي مثال آخر نعم طفل ومعروفة عندنا الأطفال كتير معرضين لإصابة الرمض الربيعي وهو موسمية هلأ هذا الطفل لما يجي لنا عندنا نعطيه العلاج نعم الأهل بينبسطوا العلاج والله العلاج رتاح في الشي حكي في الشي كذا فبيستمرها على طريقتين يا إما بيصير يكرر الأهل العلاج للطفل يعني بالأسباب معينة ما يراجع كتير أو إنه بتركوا الطفل على طبية كل سنة بهذه الطريقة هذا التآكل الفرنية بيعمل قرنية مخروطية وعندها نسبة عالية نعم وخصو مناطق العقبة ودي موسى المناطق الحارة بالأردن هي فيها قرنية مخروطية أكتر نعم نعم أصلك العدسات اللاصقة كمان ممكن تتأدي بعض الأحيان عدسات اللاصقة ممكن تأدي للقرنية المخروطية إذا صار فيه تآكل أو التهابات مضاعفات فيها نعم التهابات من أثر العدسات اللاصقة وخصو إذا كانت نسبة الأكسجين أقل من الطبيعي نعم ممكن تخفف من متانة القرنية في حد ذاتها نعم فإذا دائما ننتبه يمكن على الحساسيات الحساسية سواء الربيع أو الرمض الربيعي أو في حساسية كثير ممكن تصيب الناس من كمان وقت الزيتون ووقت الربيع كمان هو أكتر شيء وقت الزيتون كثير بيتأثر من المادة هذه بيصير عندنا ردة فعل نعم فما نقول أنه هي حساسية ونأخذها الدواء وانتهى ونضلنا الحك عيونا بدنا ننتبه كثير منيح وكمان من الأفضل دكتور أنه نروح يعني الناس اللي بيشكوا يمكن من الحساسية يروحوا من وقت لوقت أنه يفحصوا ويعملوا فحص يشوفوا عندهم قرنية مخروطية أو قرنيةهم سليمة وفي نفس الوقت إذا بيارف أنه هو موسمي عنده هاي الحساسية حتى الربو إذا عنده نعم من فضل أن عادة بنعمل جدول بشهر واحد اتنين أنه يجوا الأطفال أو اللي عنده الحساسية بنعطيهم علاج حماية ما قبل أن تيجي عنده الحساسية وتأثر فيها أساس طول فترة الربيع أو الصيف يظلون مرتاحة نعم ودكتور إياد أصلا هو الحكي عن القرنية المخروطية حكي لسه مطول ولسه حيكون فيه إلو تقارير أخرى ما حضرتك عشان بدنا نعرف المشاهدين أكتر عن العلاج الحديث اللي عم بيكون للقرنية المخروطية أنه هلأ فيه أكتر من علاج وعلاجات كتير سهلة عم بتكون وما بتاخد وقت وبتكون كمان نتائج أفضل فرح نكون إحنا قريبا بعيادة الدكتور إياد نشوف إحنا إياكم عملية لايف على الهوى ونحكي أكتر عن علاج القرنية المخروطية دكتور إياد عبدالعزيز الرياحي استشاري طب وجراحة العيون شكرا أنك كنت معنا اليوم وشكرا عن كل المعلومات القيمة اللي أخدناها وبعدنا من السنين العملية عشان هيك نشوفها إحنا وكل المشاهدين نكون على علم ودرية أكتر موضوع شكرا لإلك إحنا مكملين معكم بحرير خليكم معنا